بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً لا يبلغ جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده في كل طرفة عين وتنفس نفس من الأزل إلى الأبد وإلى ما شاء الله تعالى والشهادة لله تعالى بالوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال في كل وقت وحين وكذا الشهادة لصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة في كل طرفة عين وتنفس نفس أسأل الله تعالى بحرمة وجيه الكريم أن يلزمني وإياكم والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الشهادة وأن يجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا أحق بها وأهلها والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه في كل طرفة عين وتنفس نفس عدد المسبحين بحمدك من خلقك في الدنيا والآخرة وعدد ما سبحوا وكل ما سبحوا وسبحانك اللهم وبحمدك مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بك مثل ذلك ونستغفرك ونتوب إليك مثل ذلك ونسألك اللهم حسن الخاتمة مثل ذلك شاهدي الأكارم أينما كنتم وحيثما كنتم وحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعده فهذه حلقة متممة لما سبق أن تحدثنا فيه عن اجتهاد رسول الله فداه أبي وأمي صلواته ربي وتسليماته عليه في كل وقت وحين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون في اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان ما لم يجتهده في الأوائل ولا في الأواصل ووضحنا سر هذا الاجتهاد الحكم فيه العمل بالخواتيم والإدراك ليلة القدر وليلة القدر خير ثواب العبادة فيها خير من ثواب العبادة في 83 سنة وأربعة أشهر وقلنا إحياء الليل كيف يكون إحياء الليل ولا يستوي من ليله ميت ومن ليله حي تذبر في العبارة وأحيا ليلة وذكرنا صور إحياء الليل التوبة عند أذاني المغربي والفقري أداء صلاتي العشاء والفقري في جماعة صلاة الترويح أو القيام صلاة التهجد وضحنا الفرق بينها وبين القيام ثم الاستغفار الدعاء التفكر المدارسة التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الصور من صور إحياء الليل حتى هذه عبادات تكون لرمضان وغير رمضان حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من أقام الحول أدرك ليلة القدر كيف يقيم الحول؟ الحول العام والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة باستطاعت كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها في رمضان وغير رمضان أن يتوب إلى الله عند أذاني الفقري والمغرب باستطاعت كل مسلم أن يؤدي صلاتي العشاء والفقري في جماعة وبذلك لأن الحديث يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل فإذا صلى الفقر في جماعة فكأنما قام الليلة كله وكذلك لما تصلي مع الإمام ولا تنصرف إلا مع الإمام يكتب لك قيام ليلة هذا في رمضان وغير رمضان ولكنه في رمضان أعظم أجر لأن الأعمال الصالحة مضاعفة الأجر في رمضان مضاعفة الأجر العمرة لا تزد على كونها إحرام وطواف وسعي وحلقة أو تقصير ولكنها إذا أجيت في رمضان تعدل ثواب حجة بل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة في الأوقات الفاضلة وفي الأوقات الشريفة وفي الأمكان الشريفة مضاعفة الأجر كما أن الأعمال السيئة في الأوقات ذات الحرمة والأمكان ذات الحرمة مضاعفة الوزر لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم حلقة دي متممة للحديث عن الاكتهاد في العاشر الأواخر ومن صور الاكتهاد في العاشر الأواخر الاعتكاف والاعتكاف كالصيام كما أن الصيام عبادة قديمة كذلك الاعتكاف عبادة قديمة اللي دل على أن الصيام عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم قبلنا قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكذلك الاعتكاف عبادة قديمة ورد النص عليه بالنسبة لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آيات الصيام في صورة البقرة بعد ما بيّن الله تعالى فردت الصيام وأن أيام معددات وأن الأم معدداتي أشهر رمضان وأن أحل لكم ليلة في الآية الأخيرة أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوار من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل بعدها يقول ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد لما جاءت آية لما جاءت العبارة المشيرة للاعتكاف في آيات الصيام دل على مشروعية الصيام أثناء الاعتكاف الاعتكاف أحبائي في الله تعالى عبادة قديمة بدليل قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود فبهذه الآية من سورة البقرة دل على أن الاعتكاف عبادة قديمة يعني قدم الصيام وهكذا أحبائي في الله تعالى وفي الصحيح كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان لماذا؟ لإدراك ليلة القدر وأن الأعمال بالخواتيم كما قلنا في حلقة سابقة الاعتكاف عزلة انقطاع عن الخلق إلى الخالق تبرغ تفرغ تماما تفريغ البال من كافة الشواغل ولذلكم أحبائي في الله تعالى المعتكف يدخل في اعتكافه في العشر الأواخر يدخل قبل غروب شمسي اليوم الحادي والعشرين من رمضان حتى يكتمل عنده اعتكاف العشر الأواخر من رمضان طيب ما الهدف من الاعتكاف؟ عقوف القلب على الله والإقبال عليه والانقطاع تماما عن الخلق ثم لهذا الاعتكاف أداب وبها أختم الحلقة إن شاء الله تعالى من أداب الاعتكاف أولا استحضار النية الصالحة واحتساب الأجل على الله للحديث الصحيح إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى هذه أول شيء من أداب الاعتكاف استحضار واستدامة هذه النية الصالحة إنما الأعمال وبالنيات ثانيا استحضار الحكمة من الاعتكاف يعني انقطاع عن الخلق إلى الخالق الأداب الثالث استطحاب الطهارة أنك تكون على طهارة دائمة وأنت جالس في بيت الله تبارك وتعالى ثم معظم الوقت قدر ما تستطيع من الأداب أيضا رابعا استصحاب بعض كتب العلم الشرعي كالتفسير والحديث وغيرها والقرآن لتتلو كتاب الله خلال فترة اعتكافك منها خامسا من أداب الاعتكاف الإقلال من الطعام والشرب الإقلال من فضول الطعام أو الامتنع عن فضول الطعام وفضول الكلام وفضول النيام وفضول الاختلاط ها أربعة فضول يجب على المعتكف أن يتخلص منها وأن يتخلى عنها فضول الكلام فضول الطعام فضول النوم فضول الاختراض بالناس حتى يتم له الانقطاع الفعلي عن الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى وإن أكل فيكفيه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كما في الحديث الصحيح بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لما حال تفاعله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداب الاعتكاف أيضاً يعني الحفاظ على الوقت هذه دقائق غالية دقائق نفيسة في أواخر الشهر يكاد هذا المسم أن ينفض فلا نرخص هذه الدقائق الغالية بالله وباللعب وبالنوم وفي فضول الكلام وفضول الاختلاط كذلك من أداب الاعتكاف مشاهدية الأكارم هو الاكثر من النوافل سنة الضحى صلاة التسابيع اتلاوة القرآن الكريم يعني الحرص على السنة القبلية والسنة البعدية صلاة الليل الاكثر من النوافل بعد أداء الفرائد للحديث الصحيح ما يزال عبدي يتقرب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بي لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسأته من أداب الاعتكاف أحبائي في الله تعالى ثامنا عدم الخروج من المسجد إلا للحاجة الضرورية الحاجة الإنسانية إذا كان الأمر غير متوفر في المسجد الذي اعتكفت فيه ثم ولا يخرج لعيادة ولا يخرج لجنازة إلا إذا اشترت ذلك عند دخول المعتكفي قال القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد وفي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام من رمضان عشرة أيام وفي العام الأخير في العام الأخير اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام عشرين يوما العشرة أيام الأواسط والعشرة أيام الأواخر نكتهد في العشرة الأواخر ولذلك في الحديث الصحيح أكثر ما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه وكان السلف يكثرون من التلاوة في رمضان وكانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد يقولون نحفظ صومنا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا من آداب الاعتكاف كذلكم التواصي بالحق والتواصي بالصبر والنصيحة والتعاون على البر والتقوى نختم هذه الحلقة مشاهدية الأكارم بذكر بعض السلبيات التي تقع من بعض المعتكفين من هذه السلبيات كثرة الزيارات وإطالة الزيارات ومنها كذلك كثرة الاتصالات والمراسلات ومنها كثرة النوم والتساقل عن الاستيقاظ عن استيقاظ للعبادة ومنها كذلك إضاعة الدقائق الغالية ومنها كثرة الطعام أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة في نهاية هذه الحلقة وأنتم معي لصيامكم تؤمنون معي أسأله تعالى أن يبس أصلاب رجال اليهود وأن يعقم نسائهم وأن يرسل عليهم من عنده يدا حاصدا لا تبق منهم ولدا ولا والدا ومن يؤيدهم ومن يسكت على ظلمهم وبغيهم وتغيانهم على إخواننا في غزة وأن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين نصرا مؤزرا اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله